بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم من أحد الأخوة على الخاص يقول لماذا تؤمن بالأئمة الأحد عشر ولا تؤمن بالإمام الثاني عشر وجوابي الأخ أن الأئمة الأحد عشر وطبعا أكثر من أحد عشر إذا نحسب إمام زيد ونحسب أئمة آخرين محمد بن عبد الله ذو نفس الزكية وآخرين أئمة كانوا في التاريخ كانوا أئمة أكثر من أحد عشر كانوا علماء كانوا زهاد كانوا ثوار كانوا زهاد عباد يعني كانوا في التاريخ الإسلامي من أهل البيت كانوا عظماء كثيرون وشهداء كثيرون وحكام عدول كثيرون أيضا فأنا ما أحصرهم فقط في الأحد عشر لأنه ما عدي ناس حصر يعني إلا فقط هؤلاء أما أؤمن بوجودهم كأشخاص مرة أؤمن بوجودهم كأشخاص بالتاريخ هؤلاء مروا في التاريخ وأسمعهم مذكورة وكل العالم يعرفهم الشيعة والسنة والمسلمون والمسيحيون واليهود يعرفون فيه واحد اسمه إمام علي بن طالب فيه واحد اسمه إمام الحسين فيه واحد اسمه جعفر الصادق فالكلام ما عدنا نزاع على وجودهم وعلى أشخاصهم وعلى صفاتهم يعني واحد يقول هم ذول علماء أبرار كانوا اللي أنا أعتقدها كذا ثوار مجاهدون كل الصفات الخيرة إن شاء الله تكون فيهم وواحد يقول لك لا ذول عدهم معصومون وذولا تكوينية وتشريعية هذا ما أؤمن بي طبعا ولكن كأشخاص أؤمن أعظمهم أقدسهم لو أشوفهم وقبل إيديهم ورجليهم ورأسهم أيضا مع الدمانة ولكن كوجود وكصفات في وجود وفي صفات الآن نجي على الشقة الثاني لماذا لا تؤمن بالإمام الثاني عشر الإمام الثاني عشر طبعا يعطوه صفات أنه هو إمام هو معصوم هو ثاني عشر هو المهدي الغائب الذي سيغير العالم كله هذه مسألتين صار عندنا مسألة وجود الشخص ومسألة الصفات اللي أعطوه الصفات اللي نعطيها ما يمكن نعطيها إلا بعد ما نثبت وجوده ووجود هذا الإنسان كان محل جدل كان محل نقاش ومحل بحث وحيرة واضطراب وغموض لأنه الرواية التاريخية اللي يرويها الشخ الكليني والنوبختي والنعماني والصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي وكل العلماء الشيعة عبر التاريخ من أول يوم إلى اليوم إلى الآن يقولون الإمام الحسن العسكري ما أعلن عن وجود ولد له ويقولون تقية وخوفا ما أعلن يبررون هالشي هذا بس هم يأكدون جميعا اسألوا أي عالم الآن أي عالم ترحلون أي شيء يقول له له صحيح الإمام الحسن العسكري ما أعلن عن وجود ولد له وبوسيطه ما كتب إشارة إلى واحد ياخذ الأموال ما لديه مثلين يقولون إيه صحيح هذا هذا كل كتب الإمامية تقول مو أنا أقول طيب زين ليش شلون تقولون إذن هذا ولد موجود يقولون لنواب الأربعة جاءوا قالا وإحنا شفنا واحد طبعا شافه أول شي هذا أثماني بن سعيد العمري وبعدين طاه الأبنة وواحد واحد صارت لنوبختي وصارت لصيمري وراء سبعين سنة يعني أما الأيام الأولى اثنين ثلاثة قالا وإحنا شفنا طيب شون دليلكم ما تسألون لا ما يجوز تحققون ولا تبحثون وكذا طيب إحنا شلون ناخذ حكم شرعي يعني شلون نعتقد بوجود ولد لإنسان إنسان عادي حتى لو يكون نعتقد هذا عنده ابن وابنه فلان وإحنا ما شايفه نروح للمحكم المحكمة ما تقبل الكلام إذا عنده إرث مثلا تعطيل الورثة توزع على الورثة ما تخلي هذا الولد اللي يقولون موجود وما أحد ما شايفه هذا مو معقول للكلام فإذن وجوده كان فيه بحث ونقاش وما أحد ما يعرفه وما ظهر إلى أثر من 1200 سنة إلى الآن فالصفات الأخرى كلها تطير أنه هذا هو معصوم وهذا منصوص عليه ما مينجأ وين الناس عليه ماكو أي ناس عليه وبعدين هذا هو إمام من الله وهذا هو المهدي منتطرها كل حكي تصفيت صار بعدين لما أقضي دي نراكم على شيء ما موجود فلذلك أنا ما أؤمن بي إذا كان حقيقة موجود وكل الناس يعرفه فما أحد من يحق لي شك مثلا الحسن العسكري الحسن العسكري الوالد المفترض يعني ما أحد من العالمين يشك بوجوده كل الناس سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وشوعيين وملحدين اسألوهم أكو واحد بالتاريخ اسمه الحسن العسكري اللي متفون فيسها مرة قلوا إيه صحيح هذا ولد في فلانسنة وتوفى فلانسنة وإجأ إلى مثلا إلى الدولة العباسية في العاصمة ومات هناك هذا بالتاريخ وسجل أي واحد يقرأ التاريخ يفتيهم هذا موجود هاي يسمونه متواتر متواتر لأنه كل العالم يقطع بوجوده أما أسألوهم طيب كان عنده ولد والله ما ندري يقولون كان عنده ولد من يقول؟ فالواحد يقول اثنين يقولون شلون يصير شك نبني ديننا وعقيدتنا وفكرنا السياسي أهم شي فكرنا السياسي فكرنا السياسي أن نظل إحنا منقوم بأي حركة سياسية ولا أي حركة ثورية ولا أي حكومة لأنه ذاك فقط يحق له أن يحكم فقط يحق له أن يثور وكل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاقوت عبد من دون الله خلص سكرنا الباب تماما وشونه صار بعدين طاحضنا عبر التاريخ عبر التاريخ ألف سنة إحنا قاعدين ننتظر ننتظر واحد موهوم ما إلى وجود فقال الله شون ينقذنا شون يساعدنا شون يرحمنا وتلطف بينا لذلك أنا ما أمي بي ما عندي يعني تعصب على شيء ولا أصر على شيء عندك دليل على أولا ترى جيب ليه حتى أنا أوم به وبعدين قل لي وين حتى التفعليه وأبايعه وأسانده وأحطه على رأسي دروح جيب دليل سأنت تفكر ليش تؤمن بهذا الشخص على أي أساس قاعد تؤمن هذا جوابنا للأخ وهناك أسئلة أخرى سوف نتابعها إن شاء الله بعد قليل إذا تحبون ظلوا معنا وسوف نتابع برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهناك أسئلة مهمة أسئلة مثيرة يعني فعلا خلوكم معنا إن شاء الله شكرا